سيكون في حمام جديد أيضا سبحان الله البرج مرزق هذا لزق شكله لزق الدماغ تشعر أرضي إن شاء الله الفيديو قادم إن شاء الله ستلاقي معنا سننتياره لكي نقوم بإمكانه وننتياره لنقوم بإمكانه لا أبعد عن البرج ولكن سيأتي لنا أخرى إن شاء الله حاول تعمل حاجة صحة الغريب في اللي حصل النهاردة مش إن أنا نظفت البرج معا إني عايز نظفه بقلي يجي شهرين ولكن لا مش هو ده الغريب خالص في حاجة تانية أخرى استعال الأول لنزل الزغلول ده علشان هو خلاص كبر بقى نوسع مكان أبو أمو كده حتى لو عايزين يشوفوا شغلهم من تاني المعلم ده ما يكونش معطلهم وهو ينزل مع أخواته هنا خلاص ربنا يهديهم مع بعض تعال بقى هنا كده تفتكر معي الجوز اللي كان بايت فوق السلكات فوق هنا اللي هي النتايا الشقلباز بنت النتايا اللي كانت جيالنا آخر مرة كنا بصنا عليهم وهم كانوا لصا بيت كانوا لصا بيضان والذكر تقريبا هو اللي جنبها آخر مرة كنت بصص عليهم انهم بيت فأتفاجئ بقى وانا جاي ملغمية هنا انه بص شوف بسم الله ما شاء الله شوف بسم الله ما شاء الله شوف الزغليل اما انا ما اتفاجئت ما اعرفش البوت بتاعهم طلع قبل معادة وانا عدت لفترة وانا كنت طلع متوقع ان لسا بيت اتفاجئت بمنظر الزغليل انه بيت فاستو امتا وطلعتو امتا ويجبرتو امتا وريشتو امتا ويضربوه ويعدوه في ايدي فبسم الله ما شاء الله انا ما اعرفش الكلام ده كله حصل امتى بس هي حلو هو الصراحة هو شعور حلو انك تطلع تتفاجئ كده هو حلو غير لما تكون حاسبها ورقة او قلم او عارف الايام بالزبط وبتعديها علشان كل يوم تجيب بص ومستنظر انك تشوف النتيجة وتشوفهم فاقس وانا لقوا الكلام ده هي الصراحة جميلة يا ترى بقى شكلهم هيتطلع عامل ازاي طبعا هو من الواضح قدامك كده ان هم كلهم مبيض وده علشان برضو الاب والام كلهم مبيض فبيض مفيش فهم اي لون تاني اما بالنسبة للرجل فعلشان الام فيها شعراب خفيف فالرجل برضو لقطة ايه هيكون فيها ريش بسيط يعني هو مش هيتسمى شعراب قوي ولكن بسيط يعني حاجة ريشة كده تفريحي يعني بنعنى اصح اما بالنسبة لشكل الوش ففو واحد واخد الوش بتاع امه والتاني ده تقريبا زيبول ان هم لحم على شكل الباص فانت واخد بالك من الخلطة هتكون عاملة ازاي طبعا في الاول وفي الاخر هو هيبقى بلدي لان بردو ما تعملش الخلطة ده عندك ولا حاجة تبقى انت متوقع نوع بهلواني مثلا ولا نوع افغاني لا هو في الاول وفي الاخر بلدي لان بردو انت تعرف الحقيقة المؤلمة والواقع بتاعنا فلكن هو هي حلو احسن من ركنته احسن ما هم كانوا قاعدين كده نتجاوز نجيب انتاج لصاحب البرج الغلبان ده مثل ما تذكر ده شكله كده حسس بيه بردو ايه وعمال بستعجل انتاهوت علشان عايزين يجيبه بيت مشكلة بقى انت طالما انت بتصرف وبتأكل فلازم هم برضو يبقى عندهم شوية الاحساس ده فالحمد لله بعض الحمام بدأ يجي له الاحساس ده فربنا اهدي عندك هنا برض امها دمها دمها ودابوها والحمد لله طلقت من نسخة من امها بالزبط امها كمان شافت شغلها وبضت فدول كده ناس محترمين دول كده ناس احنا نشي لهم على دماغنا طبعا المعلم ده كان بيقلش هو والحاج مراته والحمد لله خلاص قلش شوية كده بقى ويبدأ يحضر لنا العش بتاعه علشان يجيب لنا زغاليل حلوة علشان يجيب لنا عيال تاني يجبروا ويطلعوا يتجوزوا بعض فوق تاني لان انت عندك جوز حلبي فوق اللي تنم متجوزون بقى وعضة كراكندي عشان فنياس بتزعل في الكومنتات كراكندي او حلبي مهما علش ان لو قلت لك كراكندي دلوقتي برضو مش هينفع انت بص حاجة مطبع في دماغك ان هذا اسمه حلبي هو خلاص من صغر اطبع انه حلبي فانا هعيش به حلبي لحد ما بطل تربية حمام ده يفضل بالنسبة لحلبي لكن انت خلاص خليك كراكندي بالنسبة لك وحلبي بالنسبة لك فالحلبي بالنسبة لده العيال بتاعهم متجوزين فوق ان شاء الله يفقس قريب ونشوف التقليب بتاعهم واذا غليل والشغل ده يكون عامل ازاي وقابلكم انتو كمان برضو تشتغلوا وتشوفوا شغلكم الاخبار هنا بقى عامل ايه الاخبار هنا ان شاء الله تصر يعني ان شاء الله يعني ما يعتبر مطلعناش من زمان او مبقناش نملك نطلع لهم من فترات كبيرة وحتى لو طلعت ما باملكش اللي انا صور ولكن يا الحمد لله الدنيا مستقر عندك هنا مثلا ممكن بيحضروا لسه عندك المعلم ده تقريبا مباد فالدنيا الحمد لله كويسة ولكن انا اضمار النهاردة مرتاح لكي نضافت لهم البرج فوق وتعال نطلع البرج كده ونظف ونشوف الدنيا عامل ازاي فوق ونلف كده على نظافة طبعا عملية النظافة شملت معنا البلكونة وعندك هنا برضو الدروة وكل حاجة وهذا الغريب قاعد هنا كهوت لسه تقريبا استنى استنى دفع امام غريب تاني لسه هكلمك على الغريب تحت بص بص الفرد ولكن هذا تقريبا ليس سيقعد ويمكن ان يكون هذا الريح ومعد بالصدفة ويمكن ان يكون تابع الودة للودة الغريبة والودة الغريبة من يومين ثلاثة أقلم بقى البرج برجو وذكرياتي في الركن ومعرفش ذكريات عشمان فينا معلن لديك الحج الحلب الكراكاندي بالنسبة لك بسم الله الرحمن الرحيم بطين وماليين الدنيا قش وفرشين تقلش فرش العيل تقلش عندهم عزومة عندهم وليمة لم يملكوا العيلة مستقبليا الوقت لم يملكوا العيلة في قلب العيل لكن ليس مشكلة يعني خدوا كل شيء في البرجو وقلش لديه وقلشوا بارد لديك زغلولة بسم الله بسم الله يا أخو همشوات زغلي البلدي بس يبقى بص يبقى البلدي بس يبقى بص بس يبقى رضا بردو يعمل يعني هتكلم أكثر بقى محطرمة بيضة لن تكون البط كم مهروس كانوا هرسين وصعيبينه ماشي مش وحش وبرضه البرج مش وحش لأ النظافة حلوة والدنيا ريئة وطلعين بدري والشمس لسه هتجتي في البرج كله والطهرنة المكان والحمام يقعد يستقانياس والمية مليانة يقعد بقى اللي عايز يستحمى ويقوم راح في الشمس يعني انا بقدم لك هنا شاطق ضل وبقدم لك هناك الجنب المشمس عشان انت يتشمس فيه وتوقت تروق على حلق فيه فانا انا حاسس ان حياتهم بدأت تتزبط يعني البنية التحتها بدأت ترتقي فانا الحمدلله ضمر النهاردة كان صحي ونظفته البرج انا عملت اللي عليها الحمدلله لسه انت بس هتعمل اللي عليك اما بالنسبة للجماعة دولت فبالطول بالعرض يعني شمال يمين هم لازم يعملوا اللي عليهم ان شاء الله مال ان انت مأكل ومشرب ان شاء الله الخطوات الجاية الخطوات الجاية انت زي ما انت شايف كده وزي ما انتوا سمعين برضو الكلام ليكوا كلام ليك يا لابو البلد انت واللاحم بقالنا فترة بنقول عايزين اجدعان نفض وقت علشان ننظف البرج اجدعان نفسنا في شوية وقت بننظف البرج علشان الحال ده ميرضيش حد والحمد لله الوقت جاه الوقت جاه ونحن عملنا اللي علينا فوقتكو دي وقتكو وده الخطوة بتاعكو كنت عايزة طيارهم الصبح غالبا لك لما طلقت كتلسه الشمس كمان ما انتشرتش عن كده ولكن لما صاعبوا علي وقلت لأنا هنضف واكل وخلاص كده وطالما حطت الاكل طبعا مش هينفع انت الطيارهم لان بقى الواحد تقي العايز يريح كده هما ما بيتنشوش وما بيلفوش اللف اللي هو في دماغك علشان يتعب او كده هما سواء واكلين او مش واكلين فده مش حمام نشي اساس هما بس بيفرحونا حولين البرج شوية كده وبيعودوا بس يعني احنا قلنا نبقى رحمين بهم شوية وبلاش ان احنا بعد الاكل نرخم عليه انت برده لما بتاكل كده و بتشرب خلاص حبست بشواط مية او شاء او اي حاجة فبتحب تريح فاحنا خلاص هنريحوا هما كيدا قده رائحننون بس احنوا معهم هنطلع معاهم جدعان وهنسابهم حشان لما نطلع ان شاء الله الفيديو الجاي هقولك كان في همم جديد تانross و هقولك ان في زغاليل فقست من البيض و هقولك انك برده الق before06 لو لسه لم تقوم بتاكل لايك فاو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة و هتستنى معانا الىkę اللي جايدة هيكون في ان شاء الله ان شاء الله tema في زغاليل و هيكون في بيت جديد سيكون في حمام جديد أيضا سبحان الله البرج مرزق هذا لزق لكنه جميل الدماغ تشعرها أرضي تشعروا فيه إن شاء الله باز الأرضي انظروا في نهاية الفيديو قبل أن نختم بسم الله لكنه طويل قليلا لكن ليس مشكلة لأننا ستتأمر شحاته تتأمر ولو قاعد قاعد وحر سبحان الله تقريبا التلاتة يقومون بضعاد اتفقوا لنا فترة لقوموا بتطوير مقدمة الواد لـواد لسمران من يوضعون وتقدموا وهو ينزل على مكان هنا والراجل يأكل وينظَّف سبحان الله سبعد كثيرا لكن هاتف اطلاق الناس فهو سيقوم بتنظيم لكن هاتف السمنا وانتياره لأيضنا وأنطيره لا أبعد عن البرج ولكننا سننشأ الله سلام عليكم